من جانبه دان التحالف القوى بشدة التفجيرين الذين وقعا في الكرادة وقرب دائرة التقاعد العامة متهما أعداء العراق بالوقوف وراء تنفيذهما التحالف هو في بيان لها أكد أن مثل هذه الجرائم التي تؤكد خصة منفذيها وإصرارهم على إرهاب المواطنين وقتلهم لن تنال من عزيمة العراقيين مطالبا القوات الأمنية بمزيدا من اليقظة والحذر لتفويت الفرصة على الإرهابيين وغيرها من المتصيدين في الماء العكر